في الأكل والشرب بتاعي اعلم علم اليقين ان السمنة الشخص السمين عفو الله وعياكم مصدر ومقل كل حاجة الشخص يكون مليان تعرف ان ده عرض لأي مرض توقع له بداية من السكر نهاية بالقنصر فخلي دايما كده جسمك حلو خلي دايما كده اكلك نضيف اوعى تقوم من الاكل من الفطار او الغداء او العشاء وانت شبعان افندي اوعى تقوم من الاكل وانت شبعان اه ازاي وانا بقولك قوم على الاكل من غير ما تاكل اكيد هتاكل لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقولك ايه ما ملأ ابن ادم وعاء قط اشر من بطن ما ملأ ابن ادم وعاء يعني ابن ادم يملى كل حاجة يملى كل حاجة لكن اشر وعاء يملى اوحش وعاء يملى ابخث امرض وعاء يملى بطن فعلا البطن عندما تتعبى بالاكل بلاوي تخمى وداما قبل ان تقرأ او منشد او محفل لابد ان تكون اكل بتقرأ بعد الاكل بساعة لو اكلت مباشر لا المشاخ اللي بيقعد يدبوها فتة وكوارع وبط وفراخ وحمام ومحشي بطن 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 مثال ياسر الشرقاوي ياسر الشرقاوي انا كنت في كل فيديو يا جماعة واجهلوا السلام الجسم الحلو القرق عندما يكون رفيع انا متكلم على فكرة قرق وغير قرق قرق وغير قرق الشخص عندما يكون جسم رفيع حراجة خفيفة رشيج في كل حاجة في صحة بعكس التخين هو مرض اعفان الله وياكم اسأل الله ان يعافيا كل مريض لكن الاسباب برضو مهم فلاقيت ياسر الشرقاوي ارفع مني والله ارفع مني فهو الظهر يعني ما خلوش يتجه للموضوع الريجيم ده والده ده اللي حاجة جديدة لان في ناس اول ما اطرح لها يعني انا واحد ربنا يعيش فينا وعافية بعني من خشينة الرجلين الدكتور قال لي اول حاجة لازم تخس قال لي عم اخس انا فيها حاجة عشان اخس فهمني ومع ازاك برضو بلات اخس و بلات و بلات فهمني فدايما الناس ما بتتعصش من حاجة فهو اكيد عنها من مشكلة قال له لازم تخس فما تستناش ان انت توصل للحتة دي ما تستناش ان حد يقول لازم تخس لازم مبتدك ان السمنة بتيجوا معها حاجات كتير انا عارف ان الموضوع تفرع لكن الشئ بالشئ يذكر حاجات مهمة جدا انا بصراع محبش القرق التخين ولا حتى الممثل عملك شفت مغني تخين اه شعبال عبد الرحيم ومش عارف ايه ومشكلة انا حتى في مجال الفن والوسط لا الموضوع المهتمة بنفسه مثلا عارض الازياء مهتمة بنفسه لكن انا كشعب اتفيس اتفيس مفيش تنظيم يا اخي بص على اجانب تقلقوا سبعين سنة ومشي فتلة فتلة ورفيع لأكل صحي بأكل اللي فيه الفايدة بتاعته عندنا انت بتاع تضيب بأكل قد كده جسمك بيحتاج قد كده والباقة بينزل في الحمام انت عارفين اكبر نزد دولة في العالم بتعمل حمام شخاخ مصر بيأكله كتير قوي انت فاكر انت لما تشبع انت كده لا والله والله لو عادتك اللي اليوم بتاري جسمك بيأخذ لذلك النبيل قال لك ايه طولت البطنك وطولت الهوا بتاعك وطولت الاكل بتاعك احنا بنعمل طولت احنا بنيدفس البطن كلها اكل وفي وسط الاكل هم اربعين مية يعني بتعاوم بطنك اكبر واكبر او استكمل في الفيديو الجاية ان شاء الله اشتركوا في القناة